اشتركوا في القناة تحميل اسفل الفيديو بعدها رح ننسخ الرابط ثم رح ندخل الى الرابط بعدها مباشرة رح يتم تحميل البرنامج فهذا الشكل الآن رح نفتح البرنامج فهذا الشكل ثم yes بعدها ننتظر بعض الثواني بعدها اللي رح نسويه رح نضغط على next بعدها رح نضغط على للموافقة على شروط البرنامج بعدها رح نضغط على next ثم على next بعدها على install طبعا الآن البرنامج يقوم بتحميل ملفات النظام مثل ما تلاحظون حجم الملفات 124 ميجا بايت طبعا الآن البرنامج رح يكتمل من التحميل مثل ما تلاحظون ننتظر بعض الثواني وراح يكتمل من التحميل أيضا هذ هو السريال التفعيل الآن البرنامج رح يقوم بالتنصيب طبعا في الخطوة السابقة البرنامج قام بتحميل الملفات وبهذا الخطوة البرنامج رح يقوم بتنصيب الملفات يعني البرنامج حاليا رح يتنصب على النظام طبعا الآن البرنامج انتهى من التنصيب وتم اكتمال التنصيب رح أضغط على next طبعا الآن البرنامج يشتغل بشكل طبيعي للتفعيل أضغط على help ثم register project بعدها رح تدخل هذا السريال طبعا أيضا سريال أسفل الفيديو هذ هو السريال سريال تفعيل الفيديو والبيسك 2010 بهذا الشكل ثم بعدها رح تضغط على register now ثم yes الآن رح أطفي البرنامج بعدها رح أعيد تشغيل البرنامج حتى تأكد ان البرنامج تفعل او لا مثل ما تلاحظون تم تفعيل البرنامج طبعا رح أعيد الشرح بشكل مبسط طبعا أول شي رح تحمل البرنامج رابط البرنامج أسفل الفيديو بعدها رح تنصبه وبعد التنصيب رح تفتحه وتضغط على help ثم تدخل السريال وراح تفعل البرنامج وطبعا اللي هنا يكون انتهي الشرح طبعا ذا استفادية من الشرح لا تنسى ضغطة الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب حتى يصلك كل ما هو جديد وزيارة موقعنا لأهل مزيد من المعلومات والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك حتى يصلك كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته